شوف من حيث التنظيم اللوجستي والانتشار الأمني والنسيج الأمني في جزيرة جلبة كان ممتاز وممتاز جدا ويمكن اعتباره أنه نجاح الوزارة الداخلية ثم ما يسمى بالحزام الأول اللي هو في وسط الكنيس مثل الغربة ومن حوله ثم حزام ثاني حول الكنيس هذا من أجل تأمينه من كل مدخل وثم الحزام الثالث اللي هو أوسع من غديكا السيد هدايا هو وقت اللي اعتدى معناته بالقتل على زميله واخدى شتاير واخدى سبعة مخازن متاع خارطيش وقام بإطلاق النار عشوائيا ضد من؟ ضد زملائه وضد الدوفيات التي كانت تحمي الحلقة الثالثة أو النتاق الثالث أو الحزام الثالث اللي صعيب باش تخترقه باش تتعدى للثاني والأول يعني ثم حماية جدية وهذا يسقط فيها سقط وفيها ضحايا ربي يقبلهم في جنة وإن شاء الله العائلات تمتحهم يوجدوا العزاء في شهادة الناس هدوما ليخدموا الوطن ويخدموا فينا السيد هدايا قطعت تقريبا من بين 15 إلى 35 إلى 30 كيلو متر عبر الكواد وفي اليوم الأخير يعني هو قاعد يجانس ويلوج باش يقوم بالعملية هذه ما نجمش لا في اليوم الأول لا في اليوم الثاني لا في اليوم الثالث في اليوم الثالث وقد أصابه اليأس ويزم نقوله أصابه اليأس لأنه ما نحبتوش الجهد مثل إطارات إطارات الأمن الوطني وإطارات وزارة الدفاع الوطني والمسؤولين الأمنيين الجهويين في جربة والمسؤولين الأمنيين على مستوى البلاد مش معقول أنه نحبتوهم بالشكل هذا واختليم ما لقاش فيها وين قام بالعملية هذه الإجرامية لبينة المعالم إلى غير ذلك نحو زميله وقام بعمل عشوائي حتى تخطيط الإنهابي التقليدي اللي ينظم ويخططه كل شيء ما تتوفمش فيها